سلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خوخة اليوم جبت لكم وصفة المعمول بطريقة سهلة وسريعة كذلك واقتصادية 100% ب125 جرام زبدة تحضرها 30 حتى 31 حبة تعمى عمول كبيرة وتحمل لك وجهة قدام العيلة وكذلك يكون هش وبنين والأهم من هذا انه حشوة واحدة تحضر لك هذا المعمول وكذلك المقرود يعني ركي ربحة في العفار وقبل ما انسى لمازال ما اشترك في القناة تاعي يشترك ويفعل جرس باش يصلك كل جديد فيديوهاتي ودعم الفيديو بلايك ربي يحفظكم ولا تسوني بتعليقاتكم الجميلة يلا ندخل على الوصفة بسم الله نبدأ الوصفة وهي كالآتي عندك 125 جرام زبدة كما قلنا زبدة طارية نضيفو لها نصف كاس تاع سكر غلاسي ونصف كاس مينة الزيت نباتي العادي نضيف كذلك نصف كاس مينة الميزينة اللي هي النشاء يعني اعطيتك مقادير صغيرة واذا كنتي حابة ضعفي الكمية ضعفي ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كاس مينة سميد الرقيق جدا ونحرك المكونات جيدا فيما بعضهم البعض ونضيف كذلك ربع كاس من الماء الزهر المقطع تعل ماء الزهر راحلي عفوا ولكن لا تنسوا اضافته ربع كاس مينة ماء الزهر بهذه المقادير تعادل وصفة تقطع لك كمية لبأس بها وتقدل عيلة تاك يعني اذا ضعفت الكمية راح يديلك كمية كبيرة من هذا المعمول نحرك جيدا ثم نضيف كأس فارينا مع نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية ونحرك يعني الآن ضفت كأس واحد نحاول نعطيك العبارة على الفارينا شحان ثم ضفت الكأس الثاني وهذه اللم بيدية حتى تولي عنا عجينة طرية الآن نخصها شوية عمرت الكأس الثالث ولكن ما غريش نكوبها هقع هتنكوب شوية واللم هذه خاصة للمبتدئات اللي ما يعرفوش يلموا العجينة ما يعرفوش يحبسوا ولا يزيدوا الفارينا حاولت نعطيكم بالكأس يعني تلمي هكا تكوري وتشوفي إذا كانت تلملك ولا لا هنايا قطعت لي يعني ثلاث كيسان قل أربع فارينا باش تلمتلي ووليتلي كيما الكورة هكذا فهمتيني يعني الفارينا قولي ثلاث كيسان ناقص ربع حتى تولي عنا عجينة طرية مثل هذا الشكل الآن كورت الكورية التوعي باش نربح الوقت وهنايا درت الغرس اللي هو التمر يعني المعجون التمر خلطها كيما خلطت على المقرود مقبل اللي بغي يشوف الوصفة تع المقرود درتها يعني لميتها بشوية عمازها وشوية زيت وشوية تقرفة وعجنتها ملي حتى اللي ولا لي طري وشكلتها على كوريات بهذا الشكل يكون كوريات متوسطة وصغيرة على الكورية تعل عجين ونحكم كورية تعل عجين ونحلها في الوسط وندخل حبة تعل المعجون ونكورها كيما كا ونحطها على هدك المول الخاص بالمعمول نضغط هدك ضغطة خفيفة باش يطبع معايا ويعطيني شكل شباب صدقوني هدي الوصفة تعلقاتو ما خطتش مني الوقت أبدا ولا تعبت ونصيحة لكل مرأة في المنزل لازم تعرف كيفاش تتصرف والقاتو يعني ما تكتريش ديري من كل من كل نوع ديري شوية 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 شوفوك يخرج معايا الشكل شباب والآن بتندلكم عبسة جديدة يعني كان لي يعرفها ولكن غدين نقارنوا يعني إذا كانت وين هاليمليحة بزاف اللولة درتها بلا الفيلم أليمونتين يعني بلا بورثة ولا حاجة وهدي التانية غادي نديرها بهذه البورثة درت طرفتها فيلم أليمونتين وحطيت الحبة التاعي وغاني نضغط طمليح وكي نقلبها يعني تنقلب بكل سهولة ما تاخدش مني أبداً الوقت ولا التعب ولكن الرشي متاحها ما يخرش باين ما يخرش واضح وهذه التالة لدت لها شوية فارينا في المول هذا في الطابع عفوا وخرجت لي بكل سهولة والرشيم خرج لي شباب واضح يعني من أحسن تديروا الفارينا شوية فارينا دردروها كل ما تبغوا تديروا الحبة باش يخرج معكم الرشيم باين وشباب وتن يعني يوطير بسرعة هنا دخلتها هي طيب ولكن في الطيب بتاعه لازم تقابليه هي طيب بسرعة وما يحمرش بزاف من الفوق يعني يحاول يحافظ على اللون الأبيض التاعه ينشف برق تشعلي اللي ملفوقه من التحت واللي عندها برق من التحت تشعلي من التحت ودي قابلة كي تشوفها حمار من تحتها تشعلي من الفوق غيرت الصهده ديك الصهده خفيفة وتعود تخرجه كي تخرجه هو سخون يعني حامي دردري عليها سكر غلاسي بهذا الشكل وتخليه تاي برد وترفديه لانه يكون هش وطري يا سلام على المنظر يا سلام بنين بزاف وساهل في خدم التاه وما ياخدش منك الوقت ولا الفلوس يعني لا دراهم ولا مشقة 125 جرام زبدة ديرتلي بلاء ونص يعني نصيحة لكل الأمهات في المنزل لكل النساء البانات اللي يخدموا لقاتوا ما تكتروش لقاتوا بزاف لانه نصها را يروح في المزبلة أغلب الناس راهم يصنعوا لقاتوا بزاف ونصها يبسوا يروح وهذا حرام علينا لانه في ناس مشتاقة تاكل الخبز وانتو ما ترموا الحلوية يعني الواحد لازم يعرف كي يتصرف مهم يصنعوا شوية من كل نوع خدموا 125 جرام خدموا النوع وشكلوها وكلوه بالصحة وولهن على قلوبكم والواحد المهم من هذا دلنا يلفل ونتمنى ان شاء الله يرفع عنا البلاء يا رب العالمين وشافي مرضانا ومرضى المسلمين ويرفع عنا البلاء الكامل للعالم يا رب العالمين هناك كسمت معكم حبة وشوفوا كيف هاش نكسمت بكل سهولة طرية بزاف وغادي نحاول نضغط عليها غي شوية بسباعي ودوقت شوفوا الطارة واللي فيها وتبقى شحم من يوم هشة وطرية وحتى العيلة كامل تعجبهم وكانت هذه هي وصفتنا للنهار اليوم اللي سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت راقية وتحمر الوجه وان شاء الله يا رب يكونوا وصلنا المعلومة لكامل الناس ويسفدوا منها وكونوا خفافة على قلوبكم وتجربوا وصفتي كما العادة وتنجح لكم اللي انه هذا يفرحني بزاف لانكم تكتبوا لي في التعليقات الكلام اللي يشجعني ويفرحني بزاف كي يتنجح لكم وصفتي شوفوا الحشوة كراءة بين شابة ومعمرة من داخل ماشي خاوية وما تنساوش خوتي اخوتاتي اللي شاهد الفيديو بارتاجيه مع حبابه ومع عائلته بش تعامل فائدة على الجميع وكذلك اشترك في القناة اللي ما زال ما اشترك في القناة تاعي خوخة ويضغط على زر الجرس لتفعيله وليصله كل جديد في الإجعارات وكذلك دعم الفيديو بلايك ربي يحفظكم إن شاء الله ونصيحة مهمة مع الوقت اللي رانا فيه وهذا العام ربي يرفع عنا البالاء نصيحة نبقوا في دياركم وحافظوا على عائلتكم وحافظوا على رواحكم لأنه هذا المرض را يتمشى بسرعة إذا ما قد ينش نتحكموا فيه ونحافظوا على أنفسنا ونبقوا في ديارنا وما نخرجوش إلا للضرورة لأنه لشراء حاجات المنزل ولكن ملابس العيد وهذوك الكماليات خلوهم من بعدها إن شاء الله كي ربي يفعلنا البالاء وتتنقى بلادنا والعالم كامل من هذا المرض واستمحوا لي إلى طول تعليقكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله ووصفة جديدة واقتصادية كما عودتكم يلا بسلامة وتهلوا في رواحكم باي باي